الجماعة الترابية برنزران التابع لإقليم والدهب وزيارة ميدانية لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغباتة محمد الصدقي بهدف الاطلاع على تقدم أشغال مشروع تحلية مياه البحر لري مدار فلاحي سقوي على مساحة 5000 هكتار مكونات هذا المشروع تشمل محطة لتحلية مياه البحر ومحطة للطاقة الريحية وشبكة للري بقدرة انتاجية تنهي 37 مليون متر مكعب سنويا واليوم الأشغال متقدمة وإن شاء الله المشروع سيكمل في الجوان 2025 وغادي يخلق تأثير مجد مهم على المنطقة وغادي يخلق 10 ألاف منصب قار ويهدف هذا المشروع الذي ينجز وفقنا للتعليمات الملكية السامية في طر السراتيجية الجيل الأخضر والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية يهدف إلى تثمين المؤهلات الجهوية واستدامة الموارد المائية عبر استخدام التكنولوجيا المبتكرة في مجال تحلية مياه البحر محطة تحلية ماء البحر في السيعة ديالة 90 ألف متر مكعب يوميا واللي عن مصلوحة 112 ألف متر مكعب يوميا و75% للفلاحة للسقي و25% لتزويد مدينة الدخلة بالماء الصالح للشرب والمشروع الثاني هو محطة ريحية 60 ميجاوات لتزويد محطة تحلية ماء البحر وإنتاج الكهرباء وسيعمل هذا المشروع على إحداث دينامية اقتصادية قوية على مستوى الجهة من خلال تعبئة استثمار خاصة لتطوير هذا المدار بما يفوق ملياري درهم ما سيمكن من إحداث قيمة مضافة سنوية تزيد عن مليار درهم شكرا